يحسن في المباراة مظبوط الشروط الأولاني قلنا العيبة كتير برا برا الأداء الطبيعي بتاعها بالذات كل الخط الأمامي سواء مروان عطية أكرم إمام يعني كان بيحاول شوية الشروط الأولاني بس برضو أحمد عبدالقادر وسام طاهر كل المجموعة دي كان أداءها أوليل ففعلا الشروط الأولاني للأهلي كان بعيدة عن المستوى الشروط الثاني واضح جدا أن زي ما كلنا طالبنا هنا لازم يحصل تغييرات وده اللي حصل لأن حتى ملامح وش مستر كولر في المباراة الشروط الأولاني بينة جدا أنه مستق جدا معظم الجهاز الفاني اللي ما كانت بتيجي الكاميرا عليهم سواء سامي أبصان سواء مدرب الحراس سواء مدرب الأحمال كلهم قاعدين مدائيين جدا واضح أنهم حاسين أن الفرقة مش في المود بتاعها الطبيعي الشروط الثاني التلات تغييرات فرقوا كتير جدا من البداية طبعا نزول عمر كمال وعمر وحسين الشحات فرق كتير جدا وواضح طبعا أن المستر كولر تكلم معهم جامد لأنه كان مدائي جدا باين يعني أول عشر دقايق ضغط جديد جدا من نادي الأهلي أصفر عن جنين واحدة للسولية بعد متابعة من تسديده إمام والكرة الثانية عمر كمال عملها حلو أول يوسام حضر عنها حقا يعني النادي الأهلي لعب بشراسة كبيرة جدا في أول عشر دقايق تحديدا كمان من الشوت وقدر يجيب جنين وابتدت آه الاستحواز بيروح للأهلي بس برضو مش مش في أحسن حالاته ولكن المباراة كانت خلاص بتتجه لإيه النادي الأهلي إنه في أول عشر دقايق جاب جنين حتى الفرص بعد كده مش خطيرة قوي بس هناك سورة برضو ما كانش فيه خطورة على مرماك يعني حتى شود التالي لا لا طبعا من ماتش أربعة في مجمل الماتش الجيش أحسن من ماتش أربعة ولكن ما كانش عامل خطورة كبيرة يمكن واحدة حلوة قوي مصطفى إن شاء الله شوت الأولين على مرتين هي دي لكن شوت التالي الأهلي أصفر عن واجهه الحقيقي وبالذات في الربع ساعة الأولى وجاب جنين وقدر يحسب اللقاء اللي صالحوا كابتن عادل